اشتركوا في القناة لماذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أليس تعدد تعدد زوجات مباح لماذا يحرم على الإنسان أن يجمع بين أختين أو بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها لأن ذلك سيقول إلى سيصير إلى عداوة بين الأرحام وتقطع ولذلك السنة نهت لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني في النكاح في وقت واحد والحديث متفق عليه لماذا منع الرجل من وصية بأكثر من الثلث لأن ذلك يقول إلى تضرر الورثة إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم على يتكففون الناس لماذا نهان النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو لما قد يأول إليه من نيلهم منه وإهانتهم له وانتهاكهم لحرمته إذا وقع القرآن بين أيديهم وهم لا يرقبون في مؤمن ولا في مصحفه شيئا حرمة قال عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن ينانه العدو رواه مسلم والنبي رحمه الله قال فإن أمنت هذه العلة فلا كراهته ولا منع منه حينئذ لو أمنت عليه أنهم لن يهينوه فلا بأس أن تأخذ معك في السفر والحمد لله الآن القرآن صار في الأجهزة هذه الكفية والأجهزة الكترونية محفوظا بداخلها لماذا نهين عن تناجي اثنين دون الثالث لأن العاقبة ستكون أنه يزعل يحزن يغضب إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنين دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه واتفقوا عليه يقول يعني ليه لماذا يتكلمون بعيدا عني لماذا لا يريدون مني المشاركة لماذا لا يسمعونني حديثهم لأنني أقل مستوى أو رب يتآمران علي لعلهما يتآمران علي لماذا لا ننظر في الدنيا إلى من هو فوقنا وإنما ننظر إلى من هو دوننا لأننا إذا نظرنا إلى من هو فوقنا فإننا ربما نزدر نعمة الله علينا وما نرى نعمته علينا شيئا ولذلك قال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدروا ألا تزدروا نعمة الله عليكم لماذا نهينا عن إقامة الحد في الغزو يعني إذا واحد سرق في الجيش المسلم في بلاد الكفار ما تقطع يده وهو مع المسلمين حتى لا يؤدي ذلك إلى لحوق المحدود بالكفار فقال لا تقطعوا الأيدي في الغزو رواه التلمذي والتلمذي قال العمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو لماذا؟ يعني حمية غضبا يقول هؤلاء يعني مسلمين أقاموا عليه وقطعوا يدي يلحق بأعدائهم فإذا صاروا في بلاد المسلمين أمنت هذه يقام الحد لماذا حرم القاتل من ميراث المقتول وقال عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث حتى تسد ذريعة القتل لأجل تحصيل المال لو ورث القاتل لو كان القاتل يورث ستأول القضية إلى أن كل واحد مستعجل طماع يقتل المورث ليرث منه لماذا اعتبر الذي يسب والدي شخص ساب لوالديه هو لأنه إذا سب أبا الرجل سب أباه وسب أمه فإذا مراعاة المآنات الأحكام مرتبطة لأنه سيؤول إلى طبعا لا يمنع أن يكون هناك سبب آخر وهو لا يحب الله الجار بالسوء من القول يعني حتى لو كان الطرف الآخر عفيفا عفيف اللسان وما يرد ما يجوز هذا اعتداء أن يسب أباه النبي عليه الصلاة والسلام يعني منع كتابة شيء مع القرآن لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه لماذا لأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن اختلط القرآن بغيره فلما انتفى هذا بوفاته جازت الكتابة فجمع العلماء السنة كما صار تدوينها في عهد عمر بن عبد العزيز وغيره لماذا نهينا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع النخل قبل أن يزهو وقال في الحديث نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر متفق عليه لأن هذا البيع يعني ممكن يؤدي إلى التنازع والتشاجر بين المتبايعين والخصام ولذلك قال في الحديث رأيت إذا منع الله الثمار بما يأخذ أحدكم من أخيه ومن هذا الباب النهي عن البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته لأن ذلك يؤدي للتقاطع والشحنة هناك وقفة يسيرة مع شيء نتلمح فيه أمثل أخرى لهذا الأمر ثم نعود إليكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر